مرحبا لكم العافية معكم مهندس عمران أبو مرشد كوليهة الموارد الطبيعية والبيئة الجامعة الهاشمية رح أشرح بهذا الفيديو طريقة توظيف أو استعمال رموز الاستجابة السريعة في التعليم وكيف ممكن المدرس أو المحاضر أو المعلم يضمن هاي الرموز في محاضرات ويستعملها للتواصل والتفاعل مع الطلبة. بالبداية رح أشرح شو هي الرموز الاستجابة السريعة أو QR كود بشكل سريع ومبسط هاي عندنا مثال بسيط هنا على الـ QR كود. أكيد شفتم من قبل على بعض المنتجات مثلا جهاز إلكتروني أو عبط منتج غذائي معين أو على ملابس أو أي سلعة بتشتريها ممكن تلاقي عليها أحد هاي الـ QR كود. طبعا الـ QR كود بشبه الـ bar code الموجود في مثلا نظام المولات والتي تتم عن طريقه تسعير البضائع مثلا واستلاوة وإخراج فواتير فيها لكن هذا الـ QR كود عبارة عن جيل مطور من الـ bar code. QR كود أو رموز الاستجابة السريعة وظيفتها تنقل الشخص اللي بيعملها سكان أو بيعملها قراءة أو ريدنج إلى موقع على الانترنت رح نشرح بهذا الفيديو كيف نصنع هاي الـ QR كود وفيديو آخر كيف أو بنهاية الفيديو كيف أنه ممكن نشغل هاي الـ QR كود ونستعملها ونفعلها لآن رح أشرح بصفتي كشخص مثلا مدرس أو بجهز مادة تعليمية وبنهاية الفيديو أو بجزء آخر من الفيديو رح أشرح أنه كيف أنا طالب أو الشخص اللي بيستقبل هاي الكود. فعملية إنشاء الكودات تنقسم إلى قسمين قسم الأول اللي هو الـ Create أو إنشاء الكود والقسم الآخر اللي هو الـ Scan أو ال Reading لهذا الكود إنه توصل اليوزر للينك اللي أنت بدك إياه. بالبداية خلال نعمل إجزامبل بسيط ونشوف كيف ممكن نستعمل هاي الكودات. بدأ أفتح الانترنت هنا ونفترض أن أنا قاعد بعمل محاضرة مثلا عن أنواع الأشجار وبتصفح الانترنت عم بشوف إيش في مواقع عندي وإيش في معلومات علمية عن أنواع الأشجار. فرح أكتب هون مثلا أنواع الأشجار. أوكي عملت سيرج طلع لي هون كثير موضيع معينة مثلا وخلني مثلا نفتح على هاي الوكيبيديا الموضوع اللي نبدي إياه لأن مثلا بقرأ بهذا الموضوع وعجبني إنه هذا الموضوع اللي عمل عنه محاضرة. أوكي لأن شو لازم أساوي؟ لازم أنسخ الرابط تبع الموضوع اللي بدي إياه يوصل لأن الكيو أر كود لأن الكيو أر كود مثل ما حكينا عبارة عن رمز بينقله اليوزر اللي بيعمله سكان لرابط على الإنترنت. أنا بحدد وين هذا الرابط يكون موجود. تمام؟ أنا نسخت هذا الرابط اسمه تصنيف الأشجار مثلا بالعربي. أوكي رح أعمل كوبي. زي هيك وأجي أفتح على البرنامج اللي بيعمل الكيو أر كود. طبعا عشان تنشئ الكيو أر كود أو رموز إستجابة سريعة أنت بتقدر تنشئه بثلاث خيارات. الخيار الأول dunk أن تنزل البرنامج عندك على الكمبيوتر بيعملك هال الكودات. برنامج مجاني. حجمه صغير اسمه كيو أر كود ستديو مCK الخيار الثاني أنك تستعمل موقع الانترنت جاهز خارج وما بتنزل برامج غير إي شيء. تعمل ال الكيو أر كود عن طريق الموقع الموجود على الإنترنت. الخيار الثالث أنك تنزل البرنامج تسمي موبايل عندك ، على السمارتفون وهله السمارتفون عشانه تقدرها للكمبيوتر وتستعملها بمحاضراتك الثلاث طرق اللي حكيتهم قبلوا شوية بحاجة بالبداية لأنك تعمل كوبي لللينك اللي بدك يبديك عليه الـ QR Code مثلا أنا عملت هون كوبي لهذا الرابط عجبني أنه يعمل هيك كون كوبي راح أفتح أشرح بطريقة الأولى هاي البرنامج الأول اسمه QR Code Studio بإمكانك تكتب اسمه على الجوجل تعمله داولود حجمه كثير صغير 5 ميجا أو 6 ميجا بس بينزل عندك ويعمل لك ميزات خيالية الـ QR Code Studio شايفينها شاشته بسيطة جدا انتبه حاجة فقط إلى أنك تعمل هون شايفين هون المكان الأصفر راح أضل للرابط أمسح الرابط الهون أعمل كلك يمين بيست هذا الرابط اللي أنا نسخته من وكيبيديا لاحظوا الان الـ QR Code نتجة مباشرة ما عملت اني بيست ونتجة انت هذا الـ QR Code هون مباشرة مجرد ما نشفت الـ QR Code هون قدام إلى اللينك بقدر أعمل كبسة واحدة عليه كبسة عادية بطلع لك اكسبورت بار كود أو كوبي از ايميج اكسبورت انه بدك تسيفه على جهازك بتقدر تسيفه على شكل صورة كوبي از ايميج انه يعمل لك كوبي بتجد تحطه مثلا على الـ PowerPoint أو على الـ Word مباشرة خلنا اعمل له كوبي تو كليب بورد انه يعمل اللي أنا كوبي نروح لملف بريزنتيشن مثلا هون وأعمل مثلا موضوع عن أنواع الأشجار مثلا اعمل هون ترويسة صغيرة سريعة لان انت ما بتقدر تفوت بتفاصيل عميقة بهاي الشرح بإمكانك تحط لان رؤوس اقلام على الـ slide وإمكانك لان تخلي الـ QR code اللي عملته ينقل الطلاب لتفاصيل اكثر عن الموضوع بتحكي فيه بالـ slide فبتعمل هون مثلا كلك يمين هاي عملت paste للـ QR code اللي أنا بديها طبعا بتخليها على الزاوية وبتحط فوقي مثلا insert text انه مثلا هون اقرأ المزيد مثلا او read more حسب اللغة تاعة الـ presentation تبعتك هاي اقرأ المزيد نحطه هون للطلاب طبعا هون بتكون كاتب موضيعك وتحط الـ presentation الاعتيادي او الـ slide الاعتيادي وجوه الـ presentation رح تلاقي الـ QR code اللي بينقل الطلاب للرابط الان لو جبت الان لهذا الـ QR code وعملت لهو scan على البرنامج رح ينقلني الى الفيديو رح ينقلني سوري الى الرابط اللي أنا هفتحته على الانترنت خلينا نجري نعمل رابط اخر مثلا بدي ادخل الان على موقع الجامعة الهاشمية على الانترنت وعمل كود خاص بالجامعة الهاشمية الان QR code نشاءه سهل جدا على البرنامج لاحظه هو فقط تحتاج مني الى الـ link او الـ URL او الرابط اللي لازم اوديك عليه الكود اللازم اعمل هون copy لموقع الجامعة او الـ link تابعه وروع البرنامج هنا لاحظه بشطب الرابط القديم اللي أنا عامله بمسحه بعمل click يمين paste هاي الرابط وطلع عندي هنا QR code بعمله الان copy شو ما كان حجمه بقدر يقرأه للجهاز ما في اي مشكلة مثلا وبتقدر الان تستعمله بكل ريحي لانه بنزلك عشكل صورة بتقدر تحركه وتصغره وتكبره مثلا وتكتب عليه بس لازم يعني تعمل labeling لكل كود انه كل واحد وين بوديه عشان يعرف الطالب او شخص الـ user انه وين بوديه كل كود هاي موقع الجامعة الهاشمية اوكي نكبرها شوي هاي labeling عملت لكل QR code عملته لاحظه ان شاء الـ QR code سهل بسيط جدا خلينا نشوف الان كيف نعمل QR code من موقع الانترنت لو ما عندك برنامج QR ستوديو وما عرفت تنزله بإمكانك تفوت على الجوجل في الوضع الطبيعي تمام وتكتب الان هون QR code generator QR code generator بس تشطب كلمة برنامج أنا هون QR code generator لحظه في كثير مواقع الانترنت تعمل لك ايش QR code generating خلينا نشوف مثلا اول واحد فيهم قالهم نفس الموقع ذول اثنين بدك اكبس على واحد منهم QR code generator موقع اولاين لاحظه كل البرامج وكل الـ QR code generator ستطلب منك اللي هو ايش الـ URL فلاحظ هاي الموقع اللي فتحت عليه اسمه The QR code generator هاي شايفين الموقع هون مكتوب عندي ممكن الان بتقدر تحط QR code بعملك تكست أو URL أو كونتاكت أو فون أو SMS احنا بدنا URL اللي هو رابط على الانترنت يعني بعمل انتر URL بعمله paste هون اوكي سوره مش مااخذها من هون هاي copy هاي paste هاي actually ومجرد ما كبست الـ URL عندي هون عمل لي الكود تبعي مباشرة بقدر عمله الان save أو download بسيفه على الجهاز عندي وبعمل الآن بضمنه بمحاضرتي تمام فانت الان بالبداية لازم تكون فاتح على رابط ايش على الانترنت وبدك اياه مثلا موضوع مقال علمي مجلة علمية ارتكل ايش بدك اياه ينقله علي الكود وبتعمله copy paste على البرنامج او على الموقع الالكتروني او على الموبايل لو نزلت البرنامج رح يطلب منك ايضا الـ URL اللي بدك تعملها وبالتالي بنشئ لك الكود وبسيف لك اياه على شكل صورة وهي الصورة بتحطها بالبرزنتيشن مثل ما احنا شايفين هون بتحط البرزنتيشن عندك هون زي ما بدك اياه لان هاي البثال الاول انه كيف ينقلك لموقع الكتروني او اشي بدك على الانترنت اذا بدك اياه ينقلك لا اشي معين مثلا انه يحمل لك ملف ملف معين على الانترنت بتقدر الان تبرمج بالQR كود ان يحمل لك ملف على الانترنت مثلا بدك ترفع مادة تعليمية PDF او بريزنتيشن او اي ملف عندك وورد تبديك تعطيه للطلاب او تشيره للطلاب ممكنك تدخل على الجوجل العادي تعمل صين ان بحسابك الجيميل على الجوجل عشان تفتح الدرايف الدرايف هو عبارة عن زي سيرفر بخزن لك على الانترنت ملفاتك بتقرير تشيرها مع الناس عن طريق الانترنت او بستوريج يعني اونلاين استوريج اسمه جوجل درايف تعمل صين ان بحسابك تأكد ان حسابك طالع هون انا مثلا هاي حسابي هون طالع عندي اوكي الان بتكبس على هاي المربعات الموجودة هون اللي طول من هالترجمة رح تلاقى هون اشي اسمه درايف جوجل درايف هذا الجوجل درايف تكبس عليه هيفتح لك الان كل درايف اللي موجود عندك كل المعلومات اللي انت خزنت تلاحظون عندي هون كثير ملفات خزنتها عندي على الجوجل درايف اذا اضيف اي ملف ثاني بقدر اعمل ابلود اليه هون اوكي اقدر اعمل ابلود اسحبه من برا الشاشة خنا ازغر الشاشة شوي هيك اواجي ازغر البرزنتيشن هنزغر عندي ملفات كثير اوكي هاي عنا هون مثلا عندي البرزنتيشن هان احط البرنامج هون هيك عندي البرزنتيشن هاذا اللي هون بدي اسحبه من الديسكتوب وارميه جوجل درايف اوكي اسحبه وارميه جوجل درايف لاحظوا هاي البرزنتيشن اللي عملته كيف تصنع محاضرة الالكترونية مثلا هاي طلع وحط اللي صح عليه ومجرد ما اسحبته رميته جوجل درايف هاي تعرف انه باوربوينت وهيطلع لك هون الملف تبعك الان بتكبس عليه كبسة واحدة بتعمل كليك يمين وبتختار get shareable link انه احصل على الرابط انه يشاير لك اياه لاليوزرز الاخرين get shareable link بتعمل كبسة واحدة هاعب شوي بيفعل لك الخيار الان الرابط تم نسخه على الكليب بورد تبعك او بتقدر تنسخ الرابط من هون الان بروح لبرنامج ال qr studio او لموقع ال qr code generator بشطب الرابط اللي هون كليك يمين paste الان هذا الكود الموجود امامي الان هذا مخصص انه يخلي الطلاب يحملوا الملف ال powerpoint اللي حطته قبله شوي بيمكن استعملوا نفس الشيء لل pdf لل word لأي فايل تتخيله بالحياة اكسل اي ملف تتخيله بالحياة صورة ولو كانت انه يحمل لك اياه فلاحظوا الطريقة اللي عملتها قبل شوي باستعمال google drive انه عشان اخلي ال qr code يوصل للطلاب او الناس او او اشخاص اللي بيعملوا scan لهذا الكود لملف عندي على الانترنت وهذا ملف انتبه ان بكون public يعني اي حدا بيعمل scan الكل بيقدر يوصلها هاي عن طريق ال qr code تبعك او الرابط اللي انت حطيته تمام هاي الطريقة الثانية الان مثلا لو عندك فيديو على اليوتيوب حابت ضمنه للطلاب مثلا فيديو فيه معلومات مهمة وحابت توجيه للطلاب عندك يمكنك الآن ضمنه من خيارات انك تنسخ رابط الفيديو وتحطه على ال qr code خلينا نشوف كيف عنده هون على اليوتيوب اوكي هاي عنا اليوتيوب اللي هون مثلا تقدر هون تحط انواع الاشجار مثلا خلنا نحفز الموضوع هاي انتر هاي انواع الاشجار مثلا خلنا نفترض انه هذا الفيديو عجبني اوكي عجبنا هذا الفيديو بروح بنسخ الرابط تبعه من فوق اهم شي اللينك شايفين كل ال qr code تتم باللينك تنسخ اللينك هون بتروح الان على ال qr code studio هون او على الموقع الانترنت تمسح الرابط بتعمل هيك click يمين paste الان هذا ال qr code اللي هون معد انه يوصل الطلاب للفيديو اللي انت فتح عليه قبل شوي ممكنك تضمن هذا الفيديو ايضا بالبرزنتيشن اذا كنت تتحكي عن موضوع حابة الطلاب شوفوا عنه فيديو بتروح تنسخ الرابط تبعه من اليوتيوب مثلا او من ال براوزر تبعه وبتعمل paste هاي الخيار الاول انه ال qr code ينقل لك ال url او رابط على الانترنت شفتوا الخيارات الواسعة الخيار اللي انا بشرح فيه الان الفيديو على يوتيوب اي فيديو بالدكية او اي موقع اخر بفيديو بتقدر تضمنه عليه حتى لو كان موقع الجامعة موقع المودل اي موقع بالدكية بهمني ان تنسخ الرابط تنقله لهون بالنسبة للفايلات تبقى تشير فايلات ممكنك تستعمل ال google drive كسيرفر انه يخزن ملفاتك على الانترنت او اذا عندك سيرفر مخصص حابة تستعمله مثلا زي media fire بممكنك تستعمله لا يخزن ملفاتك بس بالنهاية لازم تجيب اللينك تبع الملف اللي انت تحطه على الانترنت وتخزنه هون عشان يقدر يعملك عليه الكود generation تمام الان بدي ابرجيكم خيار اخر في ال qr code generator البرنامج وليس الموقع اوكي في هون كبس اسمه input assistant تكبس عليها هون بحطيك كل الخيارات اللي انت ممكن تعملها كبار كود اول خيار انه raw data تقدر البار كود ما ينقلك على موقع الانترنت يعملك تكست معينة مثلا تكتب هون welcome او مثلا هاي بالانجليزي welcome to my page مثلا بعمل close لان هذا الكود الظهر امامي الان اذا حدا عمله سكان ما رح يفتح له موقع الانترنت رح يطلع له تكست اللي انا كتبته هون بالضبط فامكانك تستعمل ال qr code انه يطلع للناس تكست بس يعني يطلع له رسالة نصية او رسالة معينة امامه تظهر بامكانك تستعمل التكست هذا الاشي طبعا كثير بوفر عليك ممكن تحط سؤال هون يعني سؤال للطلاب بصيغة النص للسؤال يطلع عنده السؤال طبعا الكود بقدر يخزن 4000 حرف 4000 حرف يعني تخيل بتحكي عن اكثر من ورقة او ورقتين من الورد تقدر تخزن بكود واحد صغير بسيط جدا بقدر يحفظ لحد 4000 حرف او 4300 حرف تمام هاي الخيار الاول انه يعملك تكست الخيار الثاني هون بالqr code انك تعمل business card اليك او تعمل بطاقة تعريفية لاحظه بس تكبس على business card بيطلع لك هون تعبي معلوماتك كاملة في اسمك والشركة اللي بتشتغل فيها ورقم تلفونك وعنوانك وما الا ذلك وايميلك ورابطك على موقعك على الانترنت وبتحط التريف ميلادك مثلا وبس تخلص رح يعملك عبارة عن contact file رح يعملك كود وهذا الكود الناتج اذا حد عمله سكان رح ينزل لك كل معلوماتك عنده اللي هو اسمك ورقمك والاشياء اللي دخلتها كلها تنزل عند الشخص بدون انه يضطر يسيف رقمك على الموبايل وعملك الاشياء اللي اوكي لاحظه فيه كثير خيارات هون مثلا تقدر انه بديك ايميل ممكن تعمل هون فون كول انه يعني يرن على رقم معين send sms send ايميل اي اشي بدك يعمل هاي الخيارات اللي هون بتقدر تستعملها بالبرنامج فالqr code كثير flexible بضل انت كيف عندك رؤية وشو عندك تصور ممكن توظف هاي الqr codes بالتدريس تبعك او العملية التدريسية تبعك اهم شغلتين اللي هو انك تعمل url وانك تعمل contact file ممكن انك تحط السي في تبعتك على الانترنت وتعملها copy based للرابط تبعها مثلا من drive مثل ما شرحنا قبل شوي وتضمنها بواحد من الكودات انه يستعمل الطالب يوصل للسي في تبعت المدرس انه شوف كيف الدورات المخدها مثلا مشو تخصصه وما الى ذلك تمام هاي انشاء لqr codes طبعا في موقع الانترنت راح اسكر البرنامج شوف موقع الانترنت qr code generator انا حطيت لهون انه url ممكن انك تختار free text اوكي وتكتب هون text البدكية ويعمل لك كود الو ممكن تعمل contact file ايضا مثل ما عملنا هون شفين نفس الابشينات تقريبا الجميع يرن على رقم مثلا او يبعث sms بترجو على الموقع نفسه في موقع بيتيح لك مثلا هاي الخيارات مجانة يعني الموقع الان مجانا ما اعطيني هاي الخيارات في خيارات اخرى اكيد موجودة طبعا لكن انت ممكن تدفع لها مصاري انه تعطيك ميزات اكثر او اذا لقيت موقع اخر بيعطيك شغلات اضافية اكثر بنصح الاشخاص انه ينزل البرنامج افضل لانه على التجربة كان احسن للشغل عندي اذا ما عندك البرنامج او ما عندك وقت وكنت مستعجل حاب تعمل على السريع الكود كانك تعمله على البرنامج او على السريع الموقع اللي هنا اللي هو QR code generator وتنزل منه الكود مباشرة عشكل صورة image وتضمنه في الموضوع البدكية رح اكمل بجزء الاخر من الفيديو بعدما انا هيتش رح انشاء ال QR code كيف اني ممكن اعمل سكان لهذا الكود واشغله الان انا انتهى شغلي وظيفتي كمنشئ الى الكود وحطيته بالسلايد تبعتي او بالبرزنتيشن او طبعته على ورقة خارجية ممكن اعمل المواد البدي اياها عشكل PDF وحط لها كودات زي هيك واطبعها اعلقها بمكتبي انه اللي حاب يحمل المواد اللي انا بديها يعمل سكان لهذا الكود وننزلها او ممكن اعمل اذا كان عندي لاب مانيوال او كان عندي بريزنتيشن احط فيه كثير فيديوز واحط للطلاب انه يدخلوا على هاي الفيديوز الموجودة هنا رح اشرح الان بجزء الاخر من الفيديو كيف نعمل سكان لهذا الفيديو بس رحكون تصوير من الموبايل وننتقل لعملية سكاننج والريدنج لهذا الكود من قبل اليوزر الان رح نشرح خطوة تحميل برنامج الكيو ار كود سكانر او كود ريدر ونشوف كيف ممكن تثبته عندك على جهاز الاندرويد او الابل او الايفون بداية رح تدخل على متجر تطبيقات مثل ما رح تدخل هون على الجوجل بلاي ستور او اذا كان عندك ايفون بدك تدخل على الاب ستور الموجود عندك رح تكتب هون على سيرج كيو ار كود ريدر هنكتب كيو ار كود ريدر تعمل سيرج على كيو ار كود ريدر رح يطلع لك مجموعة من البرامج طبعا كلهم بيشتغلوا كلهم امورهم تمام البرنامج المجرب اللي انا بحب استعمله اللي هو هاي اللي ظهر عندي هون اللي هو على تحت اسمه مكتوب تي دابليو موبايل رح عمله هون علي كبس واحدة وعمله انستول برنامج حجمه صغير حوالي 20 ميجا باس وينزل عندك مباشرة حتى 2 ميجا مش 20 ميجا اسف هاي يعمل لك انستول نزل مباشرة خلال ثواني الان مباشرة بعد ما نزل البرنامج بيمكانك الان توجه الكاميرا نحو اي كيو ار كود موجود عندك امامك سواء على ورقة او على شاشة واي وسيلة طباعة موجود فيها الكيو ار كود وتعمل توجيه للكاميرا على هذا الكيو ار كود ورح تم عملية القراءة ومجرد ما قرأ الكيو ار كود اللي عندك حيقرأه خلال اقل من ثانية رح يطلع لك على الشاشة زي هيك نوتفكيشن بيطلع لك انه ايش بتحب بمتابة ويمكنك تكتب او في regenerator او نتيجة التواصل الى كود او ، كان وسيلة اخ pasado الى التواصلت Kam �يجرة او لك المعلومات الى ابن Ronaldo او انه تحبب ان يبريد الى قراءة لك مبلغ تح Lucas او انه تحبب ملفات معينة وتجد اسكان عن طريق الكاميره وتحبب انها تدمير وامكانك اخوص obtain الخصوص فيه زي صورة كيف تستعمل open image انك تفتح من الستوديو عندك صورة للك QR code يعملك الهريدنج ما في داعي للكاميرا اذا كانت عندك QR code مسيب على شكل image موجود في الستوديو عندك اوكي فاذا لقيت QR code وانت بتشتغل على الموبايل على الانترنت موجود ممكنك تعمله سكرينشوت وتستعمله as input image للبرنامج ويقرأ لك هي مباشرة وايضا البرنامج اللي احنا اخترناه تتاعة الTW mobile بيعملك history للQR codes وبالتالي ممكنك ترجع لكل الكودات اللي قرأتها عن طريق الضغط على زر الساعة الموجود بالبرنامج فوق زي شكل الساعة بتكبس عليه كبسة واحدة بيطلع لك الهيستوري تاعة الQR codes اللي قرأتها ممكنك تدخل على اي رابط منهم في اي وقت بالدكية هيك منكون انا هنا شريح ويعطيكو الف عافية